قال الكريملين أن في تصريحات الأمريكية حول احتمالية لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيموية في أوكرينيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرقة لواشنطن وأشار ديمتري بسكوب المتحدث باسم الكريملين في مؤتمر صحفي إلى أن الجيش سيقدم اقترحات إلى الرئيس بلاديمير بوتين بشأن تعزيز روسيا لدفعتها ردا على قيام حلف شمال الأطلسي بالتعزيز جناحه الشرقية وأوضح بسكوب أنه لا يوجد موقف رسمي بشأن ما إذا كانت موسكو ستعيد بناء البلدات والمدن الأوكرانية مثل ماريو بول على صعيد آخر أعلن الكريملين أن الرئيس روسي بلاديمير بوتين أمر شركة جازبروم عملاق الطاقة الروسي بقابل مدفوعات صدرتها من الغاز الطبعي بالروبال اتهم وزير الخارجي روسي سرقيل لفراوف بواشنطن بإجراء أنشطة بيولوجية في دول عدة دون علم حكوماتها معربا عن قلق بلاده من مساء كييف بالحصول على الأسلحة النووية كما شدد لفراوف أنه رغم كل جهود الغرب العزل روسيا فلا يزال لديها العديد من الشركاء مشيرا إلى أن غالبية دول العالم لن تنضم إلى سياسة العقوبات ضد بلاده لديهم هدف وعالني بهدم وخنق الاقتصاد الروسي وروسيا بشكل عام ونحن نرى أن هذه العقوبات التي لا نهاية لها والقيم التي كان يؤمن بها دائما في الدول الغربية كل هذا الآن أصبح غير مهم بالنسبة لهم وهذه القيم يضعونها جانبا الآن خلال تعاملهم مع روسيا والآن رغم كل جهودهم لعزل روسيا فهذا غير واقعي ونحن لدينا عدد كبير من الحلفاء والشراكاء في العالم والمنظمات المختلفة التي تعمل روسيا معها وسوف نستمر بعملنا معها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها دمرت مستودعا كبيرا للوقود خارج كياب في هجوم صاروخية وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية أن الضربة وقعت مساء أمس الخميس وذلك باستخدام صواريخ كاليبر أطلقت من البحر وأضاف كوناشينكوف أن المستودع كان يستخدم لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية في وسط البلاد قال الرئيس الأوكراني فولادمير زيلانسكي أنه باحث مع رئيس وزراء اليونان كرياكوس ماسو تعكيس تعزيز التعاون الدفاعي ما بين البلدين وأوضح زيلانسكي عبر تغريدة له على موقع تواصل الاجتماعي تويتر أن المباحثات تضمنت وصول المساعدات الإنسانية إلى المدن الأوكرانية المحاصرة بسبب العملية العسكرية الروسية كما تضمنت المباحثات سبل التعاون العسكري مع اليونان أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية نجحت جزئيا في إنشاء ممر بري بين القرم وانطقة دونسك كما أعلنت شرطة مدينة خاركيف أن روسيا قصفت عيادة كانت تعمل كمركز للمساعدات الإنسانية في المدينة في بيان أن أكدت شرطة خاركيف أن قصف البنية التحتية بعدة قذائف صواريخ أدى إلى أصابة سبعة مدنيين توفي منهم أربعة قالت بريطانيا أن القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على بلدات الشرق العاصمة كييف مع تراجع القوات الروسية التي كانت تحاول السيطرة على المدينة هذا ومن المقرر أن يزور رئيس الأمريكي جو بايدن بولندا للتعرف بشكل مباشر على أزمة اللجئين إذ نزح ما يقرب من ربع سكان أوكرينيا البلغة عددهم أربعة وأربعين مليون نسمة من ديارهم وفر أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف إلى الدول المجورة منذ الحرب أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن استغناء أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية سيعزز أمنها القومي وكذلك أمن الطاقة لديها مشددا على أن بلاده ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على تسريع استغنائه عن النفط والغاز من روسيا جاء ذلك في مؤتبر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فواندرلاين عقب انتهي قمة مجموعة السبع الكبار في بروكسيل نرحب الأعلانات والتصريحات بالاتحاد الأوروبي في بداية هذا الشهر بالنسبة للغاز الروسي وطبعا نحن اليوم نعمل معا إذا أتحقيق هذا الهدف ونحن نحقق تقدما فيما يتعلق بمستقبل نستخدم فيه الطاقة النظيفة نحن نريد أولا أن نساعد أوروبا في أن تكون غير معتمدة على الغاز الروسي وذلك بأسرع طريقة ممكنة ثانيا إنتاج الغاز وتوفير الغاز لأوروبا ونحن نعمل على ذلك مع شركائنا المحليين والدوليين لتأمين 15 مترا مكعبا من الغاز في هذا العالم وسوف نستمر بالعمل على ذلك وطبعا نحن نعمل أيضا لضمان مزيد من تلبية الطلب على الغاز بخمسين متر مكعب من الغاز الذي يأتي من المتحدة الأمريكية للتعويض عن الغاز الروسي من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا بوندلاين اتفاق واشنطن والاتحاد الأوروبي على اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة في تعزيز التعاون المشترك في مجال التاقة لضمان أمن الإمدادات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفري روسيا كما شددت فوندلاين على أن الأزمة الأوكرانية أبرزت أهمية تعزيز التعاون الجماعي لتعزيز قدرات الدول الأوروبية في مواجهة روسيا فإن الحلف الأطلسي يقف أقوى وأكثر تضامنا موحدة من أي وقت مضى نحن حازمون على الوقوف أمام أو بوجه هذه الحرب الوحشية من روسيا ستكون فشل استراتيجي لبوتين تعاوننا على الموجات الأربعة من العقوبات أو الحزمات الأربعة من العقوبات كان استثنائيا هذه العقوبات والعمل الذي نقوم به إزاء استنزاف نظام روسي أمر مهم عملنا على هذه العقوبات يبين أنه عندما نعمل مع نحن أقوى ونحن نستطيع أن نصنع فارقا حقيقيا وسنستمر بتعزيز تعاوننا في عدة طرق استراتيجية شهر مضى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا تفرض قيودا وعقوبات على موسكو في إطار تكثيف ضغوطها عليها بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا ومن أجل إجبارها على العدود عن ذلك المسار كانت آخر هذه العقوبات تلك التي فرضتها واشنطن على روسيا واستهدافت العشرات من شركات الدفاع والمئات من أعضاء البرلمان والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في روسيا هذا وحذرت دول أوروبية وواشنطن موسكو من أن التكاليف التي تكبدتها ستزداد طالما امتد أمد الحرب البيت الأبيض أعلن أيضا أن دول مجموعة السب والاتحاد الأوروبي ستفرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطية الذهب الروسي لتجنب أن تلتف موسكو بذلك على إجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها الحكومة البريطانية وهي الأخرى أعلنت فرض حزمة يديدة من العقوبات تستهدف 59 شركة وشخصية روسية و 6 شركات وشخصيات بيلاروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد عاصن مع نظره الأوكراني أوليكسي ريزينيكاوف في محادثات هدفية استمرار تقديم المساعدة الدفاعية مما في ذلك المساعدة الأمنية التي تقدر بمليار دولار التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرة وشدد أوسطن وفق بيان للبيت الأبيض على عزم الولايات المتحدة المستمرة على دعم الجيش الأوكراني في دفاعه عن أراضيه ضد الهجوم الروسية رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يأسف للعواقب الإنسانية الوخيمة للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ويطالب بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين وأوضح الممثل وأسامي لأشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن القرار يطالب بمرور آمن ودون عوائق للمدنيين الفارين من العنف فضلا عن وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق وقد حصل على دعم ساحق من جميع مناطق العالم حيث صوت 140 دولة لصالحه وخمس دول فقط ضدها إلى ذلك قالت أوكرانيا أنها تأمل في فتح ممرات آمنة في مدينة ماريو بول اليوم الجمعة يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرينيا إلى بولندا إلى مليونين ومئتين وأربعين ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرينيا وضفت الوكالة أن يوم أمس شهد دخول 32 ألف وخمسمائة لاجئ إلى البلاد فارين من أوكرينيا مقارنة بدخول 30 ألف لاجئ أول أمس الأربعاء قال الرئيس الروسي بلادمير بوتين أن هناك محاولات غريبة تستهدف محوى الهوية الروسية وأضاف بوتين خلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع المجلس الثقافي الروسي أن البعض يحاول تغيير الحقائق التاريخية بشأن الانتصارات الروسية قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس الروسي السابق ديمتري مادفدايف إنه من الحماقة الاعتقاد بأن العقوبات الغربية على الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على حكومة موسكو وفي تصرحات صحفية صرح ميدفيدف بأن العقوبة لن تؤدي إلا إلى توحيد المجتمع الروسي ولن تسبب استياء شعبي من السلطات وأضاف ميدفيدف أن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلاثة أربع روس أيدوا قرار الكريملين بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرينيا بل ودعم الرئيس فلاديمير بوتين ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قتل شكرا للمساهدة نجدد عليكم التحية مشاهدين قال البنك المركزي الروسي إن القيود التي فرضها على تدفقات رؤوس الأموال خطوة انتقامية بعد تجميد دول غربية لاحتياطياته على خلفية الأحداث في أوكرانيا وأوضح البنك في بيان له أنه ردا على تجميد جزء من احتياطات روسيا فرضت روسيا قيودا أيضا على حركة الأموال التي يمكن تحولها إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل وأشار البنك إلى أن كل الذهب في احتياطات روسيا موجود حاليا على الأراضي الروسية قالت موديز لخدمة المستثمرين إنها تعتزم سحب تصنيفاتها الاعتمانية للكينات الروسية وهو ما يأتي عقب خطوتين مماثلتين من كل من فيتش وستاندد أنبورت للتصنيفات العالمية وكانت موديز كورب شركة الأم لواكلة التصنيف الاعتماني قد علقت في وقت سابق من هذا الشهر العمليات التجارية في روسيا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا